لمتابعة الأحداث في قطاع غزة معنا عبر الأقمار الصناعية رمزي ربان حضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة إراق الدماء توتر يعد الأكثر حدة لليوم الثالث على التوالي وحديث عن اتفاق وتفاهمات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أتحدث هنا عن الوساطة المصرية لكن لماذا تأخر الإعلان عن هذه الوساطة وبنودها تحية لكم ولجميع مشاهديكم نحن اليوم الثالث من هجمة إسرائيلية شرسة عدوان دموي تدميري هائل يلحق بأبناء قطاع غزة قصف الساحات والأحياء السكنية قصف المباني قصف البنى التحتية محاولة شل وتعطيل الحياة لفترة طويلة قادمة إضافة إلى إلحق إصابات وخسائر بأوساط المدنيين نعم هناك استهداف باغتيالات لكوادر ونشطاء من حركة الجهاد والفصائل الفلسطينية الأخرى لكن من بين 41 شهيد حتى الآن و 320 جريح حصيلة اليوم حتى الآن نعم هناك 40% 35-40% أطفال من بين الشهداء 15 طفل وهناك نساء وشيوخ ما بين الجرحة وأيضا الشهداء وبالتالي هذا يؤشر إلى أن ما تقوم به إسرائيل لا يقل عن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب مجازر بحق أبنائه كل هذا في محاولة لتركيع الفلسطينيين كل هذا للمحاولة من معنوياتهم واستعدادهم للاستبسال والصمود والمقاومة دفاعا عن القدس ودفاعا عن حقوق شعبنا دفاعا عن حقه بالحرية بالاستقلال بإقامة دولة مستقلة بحق العودة للاجئين ودفاعا عن عروبة القدس وحضارتها وهويتها العروبية والدينية وبالتالي نحن أمام معركة شرسة يخوضها الاحتلال مرة تحت دعاوة الجهاد الإسلام مرة أخرى تحت دعاوة النايل من متطرفين وغيره لكن كل هذا لا يغطي على حرب شرسة تخاض ضد الشعب الفلسطيني ولذلك الرد كان من الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله ليس كلها أغلبيتها كان موحدا من خلال الميدان وعمليات الصد والرد على العدوان بالقسف بما هو متوفر من إمكانيات وإن كانت لم تكن كبيرة وأيضا في الموقف السياسي الوطني الذي رفض الاستفراد بغزة ورفض الاستفراد بحركة الجهاد باعتباره مكون من مكونات الحركة الوطنية وحركة المقاومة الفلسطينية وجرى تفويت الفرصة وإن كان ليس بنسبة كاملة على محاولات اللعب على التناقضات والخلافات الداخلية الفلسطينية في تحييد فصيل هنا أو في تحييد قوة هناك محاولة الشرخ خلق الشرخ في الصف الفلسطيني ودق أسفين في العلاقات الداخلية هذا تم الرد عليه وأفشلت هذه المحاولات من جانب الاحتلال الآن غزة تصمد تقاوم بما لديها من إمكانيات وسائل لحماية شعبنا وحماية أرضنا وحماية وجودنا الضفة اليوم بدأت تنطفض المسيرات والفعاليات في القدس ردا على اقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وبقرار حكومة العدو الإسرائيلي المتطرفة اليمينية بتنظيم هذه الاقتحامات اليوم القدس تحركت أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية إلى جانب القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948 تحركوا وهناك مسيرات وفعاليات وتعبئة عامة لن تبقى غزة وحدها هذا يجب أن يعرفه العدو الإسرائيلي لا يمكن أن نقبل باستفراد جنين لوحدها غزة لوحدها الخليل نابلس نحن شعب واحد ونحن شعب يكافح من أجل قرارية واستقلاله أستاذ رمزي ولكن ما هي الشبولة المشكلة الجدرية هي الاحتلال الإسرائيلي والإستقلال وقف إطلاق النار الجاري في قطاع غزة منذ أيام ماذا عن التفاهمات الواردة والوساطة المصرية في هذا الصدد هناك جهود تبذل نعم لإجراء وقف إطلاق نار وهناك اتصالات مكثفة تقوم بها مصر بشكل رئيسي مشكورة الأشقاء المصريين دائما مبادرين في حماية الدم الفلسطيني ولكن هناك تعنت من الاحتلال يحاول أن يضع شروط يحاول أن يضع نقاط في صالحه لأن الاحتلال فشل في تحقيق الأهداف السياسية ما هي أهم الشروط الفلسطينية الموضوعة من قبلكم؟ ما هي أهم الشروط الفلسطينية لوقف إطلاق النار الحاصل؟ أولا ضمانات بوقف العدوان ووقف الاعتداءات على قطاع غزة من اغتيالات وعمليات قصف واستهداف مدنيين واستباحة دماء أبناء شعبنا هذه أولا إسرائيل ينبغي أن تبلغ موقف وطني موقف عربي موقف دولي بضرورة وقف عدوانه كما قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان هذا عدوان غير أخلاقي غير قانوني هذا يخالف الشرعية الدولية والقوانين الدولية هذا عدوان على شعب محاصر غزة محاصرة مفروض عليها الخصار ماذا عن الطلب الذي تقدمت به فلسطين لمجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع استثنائي لبحث التصعيد الحاصل وإسرائيل في المقابل بحسب ناطق في الجيش الإسرائيلي تستعد لمواصلة العملية لمدة أسبوع آخر ما هو تعليقك؟ إسرائيل تعلم أن استمرار العملية لفترة زمنية طويلة ليس في مصلحتها وأن العملية ستمتد وأن هذا سيبدأ بإلحاق الخسائر والضرر الأمني والاقتصادي بإسرائيل لذلك هي تريدها عملية خاطفة وتنتهي الأمور عند هذه الحدود دون تحمل التبعات والنتائج الإجرامية والدموية التي ترتبت عليها نحن في مجلس الأمن غدا سنترح ثلاث قضايا رئيسية الأولى تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان وتحديداً الذي تغطيه الإدارة الأمريكية بالحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وهي تهاجم شعب محاصر ومفروض عليه عقوبات جماعية منذ 15 عاماً ترجمة نانسي قنقر